قالت مصادر املية مصرية ان جثمان الرئيس المصري السابق محمد مرسي دفن في مقابر الوفاء والامل شمال شرقية العاصمة القاهرة صباح اليوم وذلك بعد ساعات من وفاته اثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس تولى الرئيس المصري الراحل محمد مرسي سدة الرئاسة عام اثنين عشر والفين بعد اول انتخابات شهدتها مصر عقب الاطاحة بنظام حسن مبارك ليكون مرسي الرئيس الاول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير احد عشر والفين والرئيس الخامس الذي يتولى سدة الحكم في مصر لم يستمر مرسي في الحكم الا حوالي عام لتتم الاطاحة به بعد احداث ثلاثين يونيو في مصر عام ثلاثة عشر والفين ولد الرئيس المصري الراحل في العشرين من اغسطس من عام واحد وخمسين تسعمائة والف في قرية العدوى بمحافظة الشرقية ونشأ وسط عائلة بسيطة اذ كان والده فلاحا فيما كانت امه ربة منزل تزوج مرسي عام ثمانية وسبعين تسعمائة والف وله خمسة اولاد وثلاثة من الاحفاد كان يسكن في التجمع الخامس في القاهرة وكان زوجته التي لم تكمل الدراسة الجامعية تنشط في العمل الدعوي والاجتماعي من خلال قسم التربية بجماعة الاخوان المسلمين حصل اثنان من اولاده على الجنسية الامريكية بالولادة وقالت مصادر حزب الحرية والعدالة ان مرسي عرض عليه الحصول على الجنسية الامريكية اثناء وجوده في الولايات المتحدة الامريكية ولكنه رفض ذلك تنقل الى القاهرة للدراسة الجامعية بكلية الهندسة وتخرج من الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعين معيدا بها عام خمسة وسبعين تسعمائة والف وسافر الى الولايات المتحدة عام ثمانية وسبعين تسعمائة والف للعمل واكمال الدراسة وحصل على الماجستير في الطاقة الشمسية عام ثمانية وسبعين تسعمائة والف ثم حصل على الدكتوراه عام ثنين وثمانين تسعمائة والف في حماية محركات مركبات الفضاء اثناء حملة الانتخابات الرئاسية نفت اوساطه ان يكون مرسي قد عمل في وكالة الفضاء الامريكية ناسا في اوائل الثمانينات من القرن الماضي تعرض محمد مرسي لمضايقات السلطات خلال حكم الرئيس المصري الاسبق محمد حسن مبارك كما تعرض للمحاكمة عدة مرات مع قيادات جماعة الاخوان المسلمين سجن مرسي عام ستة المالفين ثم وضع قيد الاقامة الجبرية في منزله وعادت السلطات الى اعتقاله في يناير عام احد عشر والفين قبيل اندلاع الثورة التي اطاحت بمبارك في فبراير من العام ذاته شارك مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية عام اثنين عشر والفين مرشحا عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في مصر وكان الحزب قد اعلن في سبع ابريل من العام اثنين عشر والفين عن ترشيحه لمرسي بشكل احتياطي بينما كان المرشح الفعلي للحزب خيرة الشاطر الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاحقا لأسباب قانونية وبالتالي اصبح مرسي المرشح الرسمي للحزب وللجماعة خاض مرسي انتخابات الرئاسة ببرنامج مشروع النهضة الذي مثل برنامجه الانتخابي واكدت الجماعة في بيانها ان لديها مشروع لنهضة الوطن في مختلف المجالات وان مرشحها يحمل هذا المشروع الذي يؤيده الشعب المصري وتسعى الجماعة والحزب الى تحقيقه لتعبر مصر الى بر الامان وتتبوأ مكانتها اللائقة بين الامم والشعوب نفى مرسي خلال حملة الانتخابية شائعات حول اجرائه عملية جراحية بالمخ وقال انه اجرى جراحة بسيطة في لنطن لازالة ورم صغير اسفل الجنجمة وقال انه يعاني من مرض السكري ويطعاطى عقاقير لعلاجه وبعد فوزه ضد منافسه الفريق المتقاعد والوزير السابق احمد الشفيق اعلن مرسي ان حكومته تتمثل كل المصريين لكن مرسي اغفق في الوفاء بأي من وعوده الانتخابية خلال السنة المضطربة التي انضاها في الحكم واتهمه معارضوه بافساح المجال امام الاسلاميين للاستيلاء على الحياة السياسية واقصاء الاخرين واحتكار السلطة من قبل جماعة الاخوان اندلعت الاحتجاجات ضد حكم مرسي عندما منح نفسه صلاحيات واسعة في اواخر شهر نوفمبر من العام 12 و2000 بموجب مرسوم رئاسي وزادت حدة الاحتياجات عندما اقرت الجامعية التأسيسية التي كان يسيطر عليها الاسلاميون على وكه السرعى دستورا وسط مقاطعة الليبراليين والعلمانيين والكنيسة القبطية في يناير من العام 13 و2000 حذر وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وقتها من ان الازمة السياسية التي تمر بها مصر قد تؤدي الى انهيار الدولة وبحلول الذكرى الاولى لوصول مرسي الى الحكم في يونيو نظمت حركة تمرت مظاهرة احتجاجات ضخمة شارك فيها ملايين المصريين وبعدها بيوم امهل الجيش مرسي 48 ساعة لتلبية مطالب المحتجين وعند انتهاء المهلة اعلن عن تعليق العمل بالدستور وتشكيل حكومة تكنقراط موقعة لإعلان دستور جديد واجراء انتخابات رئاسية جديدة وتم اعتقال مرسي وزجه في السجن وفرق الجيش بالقوة اعتصامين لانصاره في رابعة والنهضة سقط فيها العديد من الضحايا في الرابع عشر من اقسطس عام 13 و2000 في سبتمبر من عام 17 و2000 ايدت محكمة النقف المصرية حكما بالسجن المؤبد ضد مرسي بتهمة التخابر مع قطر وهي القضية المعروفة اعلاميا بهذا الاسم كما كان يحاكم في عدة قضايا اخرى ترجمة نانسي قنقر